هطلع زمالك اللي عنده مهمة هنعمل تسويتش بقى في الكلام لان انا عندي خد بالك يعني عندنا السنة دي اهلي وزمالك في عينة وخد بالك احلى احلى سنة في التختالة الاعلامية لما يوصل عندك الناديين الكبار والعظيمين دول والقدرات الضخمة دي بالجماهرية العظيمة ده بالتاريخ ده دول اكتر ناديين متربعين على شعبية الكورة في الوطن العربي كله وفي افراقيا آله وزمالك فاحنا بنعيش افضل واحدة من افضل السنوات يعني حتى عشرين عشرين كان آله وزمالك في بطولة واحدة دور الابطال وصلوا مع بعض في بطولة انما احنا بنكرر 93 ما الآله كسب بطولة والزمالك كسب البطولة بس العكس الآله كان الآله كان بطول الدوري والآله ابطال الكووس اللي ها بهتكن في دارالية ولعب السبر والزمالك كسبوا نفس الأجواء دي بتتكرر بعد كان بقى تلاتين سنة أربعة وتسعين ألفين أربعة وعشرين خد بالك فحن الأجواء دي بتتكرر بعد تلاتين سنة الزمالك عده مهمة بص يعني والله أقسم بالله أنا لو هتحط في موقف زي دي وأنا بقول لكم العفزة مالكاو هبص هطلع يعني آخر نقطة عرق مش هبخل لا بتركيز ولا بمجهود ولا بعرق علشان خاطر أعيد هذا النادي العريق للصدارة الأفريقية مرأوها أنت في إيديك شيء تحط في إيديك حلو في إيدك يا كل لعف الزمالك الحل في إيدك أنت الأهلي كسبان بطولات كتير على فكرة وشبعان بطولات كتير ورغم كده تلاقيه مفجوع بطولات مش جعان عارب بيقولك بيقولك ده مفجوع ما بيزهقش الزمالك داخل على الفاينال خلاص بينك يا حبيبي وبين التاريخ خطوة خطوة والنهاردة مصطفى شلبي نزل التمرين وشارك في التمرين في التمرين الجماعي زي ما قلتلكم يعني حتى الناحة بتاعة الشمال اللي كان فيها القصة دي اتحلت ويلعب مصطفى شلبي تقول لي أصلا 70% أصلا محتاج لا يا عام ده فاينال مفروض شزار تقول لك أصلا المدربين الأجانب اللاعب لازم يبقى واخد له دورة معينة وجائز مليار في المية لا يا عام نالا سامسون نفع في الحتة دي ولا أحمد حمدي نفع في الحتة دي ولا نضاي نفع في الحتة دي فالحتة اللي كان فيها قصة تعملت خلاص نهاردة زيزو الواد اللي عنده تسعة السنين اللي بعت له الرسالة وجابه قاعد معا نهاردة وفي الاستاد وفي النادي ومشهد لما تشوفه قمة التأثير أما الصور نزلت طفل عنده تسعة السنين أهو الرسالة اللي زينها لكم برح اللي زيزو حطاها على الستوري طفل عنده تسعة السنين قال له أنا بحبك قوي بكل مشاعر عفوية ده لسه مشاعر خضرة قال له أنا عايز تكون في درالية وأنا أسف لإزعاجك أنا طفل عندي تسعة سنين بعت له رسالة زيزو حطاها ستوري وقالبت الدنيا على السوشيال أهو الطفل أهو أهو زيزو أكاتب له قال له حبيب نورت النين هذا الطفل بص السعادة اللي هيعيشها بالفوز باللقب الطفل والأبد والأم وكل زمالكاة وفاز الجمهور العظيم حيعيش حالة مختلفة وخير تعويض قال له يستحق الجمهور إنه كل العاية فيك وينزل يدهوت نفسه في الملعب وبعد أنت واحد صفر تاخد اللقب ده أنت تجيب فرق اتنين وفرق ثلاثة واتدخدغ المنافس فنياً لأنك في الآخر الزمالك إنت امتداد لأساطير إنت امتداد لتاريخ كلام الزيزو والجزيري والشلبي والدونجا والاشحاتة والأحمد حمدي والعواد والفتوح والعمر جابر والمسلوسي واللحسام كلام الكل التشكيلة بتاعت الزمالك اوعى اوعى تركيزك تفخده ثانية يوم الحد اوعى يعني تحط في بطنك بطيخة صفي حتى وترتكن على مباراة الزهيب النتيجة بتاعتها اتنين واحد لأ انزل طلع كل ما تمتلك من طاقة ومجهود وتاريخ لنادي الزمالك في هذه المباراة